أعزائي ومحبي متابعت بوابط دار الهلال أهلا بكم في النشرة مضية جديدة عن صباح يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر لعام 2022 في البداية معلومة أن يوم الخميس يعتبر آخر يوم عمل رسمي خلال الأسبوع لذلك استعدت الإدارة العامة المنوض ودارات المنوض وحفظات القيارة الكبرى ودارات الخدمات المنوضية مكسفة على كافة الطرق سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة صحراوية وزراعية زابا وآيابا وبنسبة توجه السادة المواطنين بعد قضاء العمل إلى المحافظات الأخرى مواطنهم الأصلي أو إلى المدن السحلية لقضاء أجازة نهاية الأسبوع لذلك قامت الإدارة العامة للمنوض بتعزيز الخدمات المنوضية على الطرق السريعة صحراوية وزراعية ممثلة في مجموعات الدراجات البخارية وصيرات الغسل الفوضية وسائل الدفع الرباعي بالإضافة إلى الأكملة السبتة والمتحركة وردارات السبتة والمتحركة أيضا للتأكد من التزاهم قائد السيارات بتعليمات وقواعد وأداب المضوض بالإضافة إلى اللجان المخصصة للكشف على قائد السيارات السيارات المشتبه في تناول المواد المخدرة والمواد المساكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم حاليا ومع الصباح الباكر كانت توجد شبورة مائية كسيفة على الطرق الساحلية والزراعية وكذلك على الطرق المطلعة على المسطحات المائية كان لها تأثير سلبي على الرؤية الجيدة أثناء القيادة لكن مع سطوع الشمس ودفء الجهر ساعدها بشكل كبير على القيادة الأمنة من خلال الرؤية الجيدة لذلك دائما بننصح السادة قائد السيارات التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك بالسيارة وخصوصا أن الكاوتشوك يعمل بحالة جيدة وأن الضغط الهواء فيه مناسبا ليونيت الأسفل بالإضافة إلى التزام قاعد السيارة أثناء القيادة بالتركيز أثناء القيادة وعدم انشغال بأي شيء آخر واستخدام حزام الأمان وعدم استخدام التليفون المحمول وعدم تناول المأكلات والمشروبات أثناء القيادة بالإضافة إلى التأكد من وجود مسلزمات المموضة داخل السيارة وهي المسلس العاكس وحقيبة الإسعاف وطفاية الحقيقة وإن أتوقف عند طفاية الحريق أن يجب أن تكون في متناول يد قائد السيارة أيضا يجب على قاعد السيارة الالتزام بالسرعة المحددة داخل المحافظات وخارج المحافظات مع تخفيض السرعة في مناطق الأعمال مناطق الأعمال بحمد لله توجد بها خدمات موضية مكسفة مدعمة بكافة الأليات سواء بالنسبة للكشفات أو التوحين الضوئية أو الأقماع أو السدادات الضوئية وذلك لتأمين منطقة الأعمال بالإضافة إلى اللوحات الأرشادية واللوحات التنظيمية لإرشاد قائد السيارات إلى الطوب البديلة والتحولات الموضية الموجودة بمناطق الأعمال معلوم لنا جميعا أنه فيه غلقه كلي بشارع السودان وبنسبة رفع كمر محور كمال عامر ترعة الزمور سابقا توجد خدمات موضية مكسفة بنفس الموقع وعلامات الأشادية وعلامات تنظيمية حيث تم تحويل الطريق للاتجاه المعاكس وهذا التحولات وهذا الغلق الكل بيكون من الساعة 12 الليلة حتى الساعة 5 صباحا يوميا فقط لا غير ولا مدة 5 أيام وحتى صباح يوم السبت القادم إن شاء الله حاليا بدء كسفات متحركة بمحور صلاح سالم المتاج إلى مطلع كوبي 6 أكتوبة وأيضا أعلى كوبي 6 أكتوبة المسطح العلوي اتجاه الوصلة المعلقة لذلك ننصح السادة قائدة السيارات من الأفضل والأسهل سلوك محور صلاح سالم اتجاه كوبي الحدوث المستحدث ومنه لنفع الأزهر في مناطق وسط المدينة أو استكمال الرحلة أمينا من ميدان العلوبة اتجاه كوبي العباسية فشارع لطف السيد فمناطق غرمة فشارع رامسيس فميدان رامسيس فشارع الجلاء اتجاه مناطق وسط المدينة ويمكن استكمال الرحلة إلى مناطق محافظة جيزة عن طريق مطلع كوبي 6 أكتوبة من ميدان عبد المنعم رياض ايضا حليق نتيجة الاعمال الموجودة بشارع جامعة الدول العربية والغلق الجزئي اختصى لمحالة الثالثة لخط الرأي الثالث لمدينة الأنفاء بالإضافة إلى اعمال تطبيبها في رفاة ميدان سفينكس فحاليا توجد كسفات مضية عالية أعلى كوبي 6 أكتوبر بالنسبة القادم من منزل كوبي 6 أكتوبر اتجاه شارع البطر احمد عبد العزيز اتجاه مناطق شارع جامعة الدول العربية لذلك احنا بننسى على صدق قائدي السيارات القادمين إلى شارع جامعة الدول العربية من منزل كوبي 6 أكتوبر عن طريق شارع البطر احمد عبد العزيز من الابضل سلوك شارع وزارة الزراعة وكذلك شارع الدقي عشان نخفر في الضغط المبوري على شارع جامعة الدول العربية محور فيصل في كسفات مبورية عالية حاليا اتجاه مناطق جيزة وكذلك بالنسبة للشرع الهرم بالنسبة القادم من ميدان الرماية وطريق اسكندرية الصحراوي وكذلك طريق الفيوم الصحراوي لذلك احنا بننصح صدق قائدي السيارات سلوك محور ترسة ومحور خاتم المسالين حتى نخفر في الضغط المبوري على المحاور السطحية والتي تشهد كسفات مبورية عالية حاليا اتجاه مناطق الجيزة ايضا بالنسبة الاعلى الدائري القادم من زراء المعادي والمعادي اتجاه القهرة الجديدة والتجامعة الخامس فبيشت حاليا كسفات مبورية عالية نتيجة اعمال التطوير وفاة كفاءة والتوسيع بأعلى الطريق الدائري كذلك احنا بننصح صدق قائدي الصيارات من الافضل سلوك محور حصب الله الكفراوي وايضا امتداد الطريق الدائري بالنسبة القادم من التجامعة الخامس اتجاه منزل طريق السويس الصحراوي وكذلك طريق السمعالية الصحراوي فمن الافضل سلوك محور سعر الدين الشزري اما القادم من طريق قائر السمعالية الصحراوي اتجاه نفق السلام وكبر السلام اتجاه مناطق اعلى الدائري فبيشت كسفات مبورية عالية حاليا وخطح حديدا اعلى المؤسسة واعلى المرج لذلك نفضل سلوك محور مناطق وسط المدينة اتجاه طريق السكندرية الزراعي من الافضل سلوك طريق شبرى منها الحض حتى نخفف الضغط المبور على الكورنيش اتجاه مناطق مدان المؤسسة اتجاه طريق السكندرية الزراعي واللي بيشهد اعمال تطوير رفع كفاءة بالاضافة الى عمال التطوير رفع كفاءة اعلى كبرئها المتجه الى مناطق الاليوبية وطنط الزراعي بحمد الله منذ الصباح الباك لا توجد اي حوادث مورية لا تأسير مباشرة على الحركة المدينية لحركة السير السيارات المتابعة المدينية مستمرة على مدار اليوم الكامل بالاضافة الى وجود كاملات المرأبة افريقية في مناطق الاعمال بمتابعة من غرف العمليات لتعامل مع اي تكتلات مورية من قد السيارات في حالة الصفر ومع نهاية الاسبوع انك تحتفظ برقم الطواري الخاص بالاضافة العامة للمرور ورهوها زيرو مئة اتنين وعشرين تلات وحاية اربع اصفار هيساعدك بشكل كبير في حالة تقدر له حصول اي عطل للسيارة او تقدر له اي حادث مروري او اي عطل فني للسيارة فده طبعا من نشد ايضا قد السيارات متابعة حالة التقص والاحوالي الجوية وخصوصا في التقالبات الجوية التي تحدث خلال هذه الايام المتابعة الميدانية حتى يمكن تكون رحلة امينة باذن الله وان شاء الله رحلة سعيدة للمصريين